السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا حبابي عاملين ايه فيديو نهاردة هنعمل مع بعض الكوردن بلو هو عبارة عن ايه عبارة عن فراخ محشية جبنة واي نوع من اللحوم البردة اللي هي زي الترك المدخن او السلامي او ممكن كمان استخدم اللانشون او اي نوع انتو بتفضلو لايك للفيديو بسرعة ويلا نبتدي ان شاء الله انا هسيب لكم لينكات كل الفيديوهات المرتبطة بالفيديو ده تحت في صندوق الوصف وكمان التدبيلة اللي عملت بيها علشان يعني ما نطولش في وقت الفيديو دي نفس التدبيلة اللي انا بستخدمها للكوردن بلو او للفراخ الستريبس كلهم كانوا وبعض متدبيلين في نفس الطبق انا هنا جهزت الترك المدخن عبارة عن شرائح كده ولفيت كمان معا الجبنة الشيدر دي جبنة شيدر كنت جايبها في المشتريات بتاعتي الاخيرة من كرفور فالفكرة ان احنا عايزين الجبنة تفضل جوه الفراخ هنلفها كده رول هما الاتنين جوه بعد وهنبدأ ان احنا نحشي بيها الفراخ طيب الاجزاء نفسها بتاعت الفراخ دي انا كنتوا اختها من الصدور وعملتها بالتفصيل في الفيديو اللي ظهر قدامكم ده وهسيب لكم اللينك تحت بتاعه في صندوق الوصف وطبعا الفراخ دي انا مرفعها يعني او مفردها اا ودي ممكن نفردها بالنشابة او بالايد بتاعت الهون اا زي ما بتفضلوا اا دولا انا في النهاردة كنت عاملة ست قطع فجهزت كده الست قطع الجبنة والترك المدخن مع بعض ولفتهم بالشكل ده اا في الفراخ بعد ما سبتها ليلة كاملة اا في التدبيلة وبعد كده هبدأ ان انا اعملهم اا بالبيد وبالبقصومات عادي زي الفراخ البنية او زي الاستريبس او زي اي حاجة يعني بنعملها بني فانا قبل ما اعمل دولة كنت بعمل الفراخ الستريبس عشان اشينها في الفريزر فده الطبق اللي تبقى من ده عبارة عن بيد ولبن وفيه ملح وفلفل وكمان البقصومات وانا دايما بحب احط كورنفليكس مع البقصومات علشان بيديلوا اا ارمشة كده حلوة وكمان بيخلي لونه حل فهاخد شوية من البقصومات المطحون وشوية من الكورنفليكس المطحون وكمان شوية من الملح والفلفل علشان يبقى طعمهم كويس يعني ما يبقاش اللحمة طعمها حاجة والكراست اللي من برا ده طعمه ما ملوش طعم او ما فيش فيه اي نجهة اا عملتهم بالشكل ده طبعا لا حطيت خلة ولا عملت اي حاجة لو الفراخ عندك رفيعة هي هتمسك كده لوحدها يعني ما تخفيش مش هتفك منك ابدا حتى لما تيجي تقليها او تحمريها او لو هتدخليها الفرن عمرها ما هتفك منك ابدا ما تقلقيش انا عطول عمري بعملها كده يعني مش بستخدم فيها خلة خالص هي بس لو فكت منك هتبقى سبب ان الفراخ تخينة علشان كده فكت منك ويبقى ليها بتطلع بالمنزر ده طبعا الجبنة بتسيح بتطلع من برا لو حابين ان انتو تقفلوها كويس من برا بخلة علشان الجبنة ما تسيحش بس مش مشكلة يعني اهم حاجة الطعم بتاعها بيطلع في الاخر بصراحة لزيز جدا وسهلة مش صعبة وبتتباع برا غالية جدا مش فاهمة ليه يعني الست قطع دولة انا في مرة جبتهم مجمدين كانوا بحاجة وخمسين جنيه وطبعا القطعة الواحدة نص دي يعني التلاتة دولة تقريبا بخمسين جنيه وبصو شكلها عامل ازاي بازيز بازيز خالص بجد طعمها يجنن جربوها تعجبكو هعمل معها كمان صلاتة الكولسلو هستخدم مايونيز وهستخدم خل ممكن لمون خل او لمون ومعلقة صغيرة بس من المستردة وانا كنت بشرت الجزر وقطعت الكرومب الاحمر ده مكعبات كده صغيرة زي ما انتم شايفين هجهز بس الاول الصوص بتاع الصلاتة هحط تلات معالق كبار من المايونيز طبعا الناس اللي عاملة دايت ممكن تستخدم زبادي نص الكمية من المايونيز زبادي يعني نص الكمية مايونيز ونص الكمية زبادي طبعا احنا مش بعملين دايت فنحط كله مايونيز هستخدم كمان عسل ده عسل اللي هو بتاع كنوز بجد طعمه حلو او محل ده فاتح في سيتي سنتر قبل ما ندخل كرفور كده على طول هحط معلقة كبيرة الصلاتة دي مسكرة وكل ما بتقعد في التلاجة كل ما بتكون احلى يعني لو هنعمل الصلاتة دي نعملها من قبلها بيوم او نعملها الصبح بدري علشان تلحق تقعد شوية في التلاجة فتدينا طعم احلى هي دايما يعني بيبقى طعمها احلى تاني يوم بصراحة هزود كمان شوية من اللبن مش كتير بس على ثاني يفك شوية معايا المايونيز وزي ما قلتلكو ممكن تستخدمه زبادي كمان بدل اللبن بس انا بحب طعمها اكتر بصراحة بالمايونيز فمحطش فيها زبادي خالص وهنزبط بس الملح والفلفل لازم علشان الملح بيزبط النكهات يعني وكمان بيخلي الخضار يدبل معانا فيبقى طعمه كويس ما يبقاش كل حاجة كده نشفة وطبعا في المرحلة دي هندوق هنشوف لو محتاجين عسل لو محتاجين ملح لو محتاجين لمون يعني حسب ما انتو بتحبوها وهنزل بعد كده الكرومب ده اللي انا كنت مقطعه والجزر ده انا كنت بشرة طبعا الكمية دي هتهبط فما يعني لو نويين ان انتو تاكلوا الكمية دي هتاكلوها عادي في الغدا دي مش كمية كبيرة ولا حاجة هي بمجرد ما بتتقلب مع السوس بتاعها الكمية بتاعتها بتقل وحجمها بيقل وبتهبط خالص هقلبها وهسيبها في التلاجة لغاية ما عادل غدا الكوردن بلولو انت شفتو ده انا بعد ما عملته دخلته الفريزر عادي جدا زيه زي اي حاجة بحطها في الفريزر وقبل ما ابدأ اعمل في السلطة طلعته من الفريزر بس علشان يفك وبعد ما فك كويس بدأت ان انا اقليه في الزيت لو حسيتوا ان انتو لسه مش مستوي كويس بتسخنوا الفرن وبعد ما بيطلع من الزيت بتدخلوه فرن سخت وبيستوي معاكوا عادي جدا وده شكل السلطة طبعا دي كل الكمية تحطت في السلطانية الصغيرة دي زي ما انتو شايفين كده اه الحلو في السلطانية دي نهي لها غطة فانا انا بحطها في التلاجة في السلطات بصراحة بتبقى حلوة جدا عشان بغطيها بنفس الغطة بتاعها مش باضطر ان انا يعني احطها في علبة تاني وعملت كمان اه مكرونة بالسلسة بتبقى حلوة جدا مع الكوردن بلو والتلات قطع دولة انا قالتهم دلوقتي علشان هنتغدى بحتغدى بيهم وبس كده يا حلوين ده كان فيديو النهاردة يارب الفيديو يكون عجبكم ويارب ان شاء الله تجربوا الكوردن بلو بالطريقة دي ويطلع معاكوا كويس جدا هستناكوا تقولولي رأيكم وما تنسوش بليز اللايك للفيديو ولو عجبكم تكتبولي كومنت كمان تحت الفيديو ولو لسه مش مشتركين في القناة بتاعتي عملولي اشتراك وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة وكمان خدوا فكرة كده عن الفيديوهات القديمة اللي موجودة في القناة واشوفكم في فيديو جديد تاني مع السلامة